تتواصل مرحلة الصمت الدعائي التي انطلقت منتصف الليل ويتوقف بموجبها المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية يستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات وذلك في روية ودونما أي تأثير دعائي على إرادته وتنطلق عملية تصويت في الداخل الأحد المقبل وتستمر على مدار ثلاثة أيام